نماذج تطبيقية أحاول بقدر ما أستطيع حتى تعرفون أن المسألة مسألة وحدة المفهوم وتعدد المصادق أو المصداق هذه ليست مسألة فقهية مختصة بالفقه الأصغر لأنه بعد ذلك سأقف وإنما هي تشمل الفقه الأكبر القرآن الكريم فيما يتعلق تعالوا معنا إلى الفقه الأكبر فاتنقف عنده مثال مثاليا حتى يتضح لكم الصورة كاملة أعزائي خلي ذلكم يمي جيدا القرآن الكريم عادة يقيم أدلة على إثبات أصل وجود الله يقيم أدلة لا يقيم عند أدلة متعددة في القرآن الكريم ولكنه مع ذلك يعتبر أن المسألة الفطرية أفي الله الشك فاطر السماوات والأرض أكو مجال للشك أو لا يوجد ولكن إذا أحد شك قال أحتاج إلى دليل نحن ماذا؟ نقيم له أدلة لمنبهات في محله قلنا ننبهه أنه لا هذا لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم جاي السؤال خلوا ذهن كمي الأرض أطرح فد مسألة مولان خلوا ذهنكم زيان مولان حتى بكرة اتوهمات الأقل لا تتهمون سؤال القرآن الكريم أرض لمسألة أن الله جسم أو ليس بجسم أو لم يعرف أرض؟ إقرار الآية ليس كمثلي شيء؟ لا هذا يقول بأنه ليس كمثلي شيء لا أرض بنحو الدلالة المطابقية قال إن الله كما عدنا في النصوص الله جسم أو ليس بجسم الروايات قالت أنه ماذا؟ لا جسم ولا صورة هذا مدلول ماذا؟ مطابقي في القرآن أكون عندنا شيء آية أو لا توجد؟ نعم قد أنت تستدل على أنه ليس بجسم بقوله تعالى ليس كمثله ولكن هذا استدلال منك فهمك للآية مو مدلول مطابق جنو من الآية بعد لا تدركه الأبصار هذا استدلال منك مو الآية تقول أن الله ماذا؟ ليس بجسم ومن هنا تجد أعزائي هذه المسألة بحثها علماء الكلام مو علماء التفسير لماذا؟ لأن هذه المسألة مو تفسيرين وإذا بحثها المفسر يبحثها بعنوانه ماذا؟ متكلماً لا بعنوانه مفسراً من هنا أعزائي وجد اتجاه اتجاه يقول إن الله له جسم الاتجاه الآخر يقول ماذا؟ إن الله ليس له جسم أولئك الذين قالوا ليس له جسم طبعاً ما هو الجسم؟ ما هو الجسم؟ الذي له أبعاد سلاحة هذا فهمنا من الجسم في علم الكلام عندما نقول جسم ما هو مرادنا؟ ها؟ طبعاً هسا علماء الفيزياء الحديث يوافقون على هذا لو ما يوافقون؟ ها؟ يوافقون أو لا؟ الطاقة مولانا جسم أو ليس بجسم؟ ها؟ مو جسم الطاقة وينها مولانا؟ ليس بجسم مادي له ممادي؟ نعم مادي هسا خلينا نحن من الفيزياء ما عدمو ينهو السؤال أولئك الذين قالوا ليس بجسم استندوا إلى أدلة عقلية فلسفية قالوا لو كان جسماً لكان مركباً ولو كان مركباً لكان شنو؟ يحتاج أجزاؤه تحتاج إلى ماذا؟ الكل ولو كان محتاجاً فيلزم أن يكون فقيراً ولو كان فقيراً يحتاج إلى غني محدثاً له فيلزم من القول بجسميته ماذا؟ حدوثه مضافاً إلى أدلة النقلية ما هي الأدلة النقلية؟ ها؟ أدلة النقلية؟ لا 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 أدلة النقلية لنص القرآن ده يتكلم على مستوى النص القرآن ما هو؟ ليس كمثله شيء لا تدركه تدركه الأبصاج تعالوا إلى الطرف الآخر أريد أبين لك بأنه أساساً كيف أن المفهوم القرآني الله موجود أما مصداق هذا الوجود جسم أو ليس بجسم؟ هذا واحد نظري له اجتهاد يا عزيزي؟ اجتهاد تقول مولانا ماذا نفعل بالأدلة العقلية؟ ماذا نفعل بالآيات القرآنية؟ أولا هذا ابن عربي بشكل صريح وواضح التفتوا ماذا يقول؟ هذا ابن عربي مولانا عفون هذا ابن تيمية مولانا عفون بيانوا تلبيس الجهمية المملكة العربية السعودية الجزء الأول صفحة التفتوا صفحة 251 لا أنسى بكرة ليزاود علينا أن السيد الحيدري كان يدافع عن جسمية شنو ابن تيمية أنا رجل كاتب مولانا في رد جسمية ابن تيمية شنو؟ كتاب في 500 صفحة أنا دا أبحث البحث ماذا؟ العلمي ما له وإلا هذا الكتاب عزيزي آآ شنو هو مولانا اسمه؟ التوحيد عند الشيخ ابن تيمية ومن مبانيه الأساسية هي شنو؟ الجسمية التفت ماذا يقول؟ يقول أخاف تقولوا تخافون تقولون أنه جسم فإذا صار جسما يصير متبعض وإذا صار متبعض يصير مركب يقول وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية صفحة 251 الجزء الأول مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئ والتبعيض أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما والجسم متبعض ومتجزئ وإن لم يقولوا هو جسم فيقالوا له لاختصاص للحنابلة بذلك أن الله ماذا؟ جسم ماكو مشكلة بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة وإمتها كلهم يقولون أن الله ماذا؟ جسم تعالوا معنا إلى صفحة أعزائي 359 ومعلوم أن كون الباري ليس جسما هو مما عفوا ومعلوم أن كون الباري ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة البديهة تقول موجود أزلي موجود ولكنه ليس بجسم هذا بديهي لو ليس ببديهي يقول لا ليس ببديهي ولا أمر ما هو؟ ولا أمر فطري ولا بمقدمات قريبة من الفطرة ولا بمقدمات بينة في الفطرة بل بمقدمات فيها خفاء وطول يعني مقدمات الفلاسفة وليست مقدمات بينة ولا متفقا على قبولها بين العقلاء بل كل طائفة من العقلاء تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفزاد بالضرورة عند التأمل إلى أن يقول بل قامت القواطع العقلية على النقيض هذا المطلوب أن الله ليس بجسمه أنت تقول قامت القواطع العقلية أن الله جنو ليس بجسم هو يقول قامت القواطع العقلية أن الله جنو جسم قواطع العقلية يعني أدلته أدلته بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما احفظ هاي الجملة وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدومة ولهذا يتذكروا الأحزاء احنا في بحث الإلحاد احنا الذين نقول أن الله ليس بجسم ابن تيميان ماذا يعتقد احنا ملاحدة ولو مو ملاحدة ملاحدة لماذا لأنه يعتقد أن الله لابد أن يكون جسم وما لا يعتقد أنه ومن لا يعتقد أنه جسم فإذا اعتقد بوجوده أو لم يعتقد فملحد له مو ملحدة ازاي هسا زيان هذا ولا لا يقولون أنتو كفار مشركين لا بلا أقل قابلين أنه احنا جنو ها نعتقد بوجود الاله ولكن له مشرك ابن تيمية ماذا يقول فينا ملحد ولابد من تطهير الأرض جنو ها مشنو لا واقعا حكم الملحد جنو هو مولانا في الاسلام شنو اصلا حتى لو تاب مولانا تقبل توبته اذا كان فطري لو لا تقبل لا تقبل مسلم هذا يأتي في صفحة 399 يقول فان قلت اذا صار جسما صار ماذا حادثة يقول ومن ومن اين اقمتم الدليل على ان كل جسم حادث هاي الاجسام اللي انتو تعرفوها ماذا حادثة فليكن جسما ماذا قديما هاي دا يرد استدالات منه الفلاسف تقولون اذا كان جسما فيكون مركبا وكل مركب ماذا محتاج يقول ومن قال لكم ان كل جسم في هذا العالم لا بد ان يكون مركب لعله جسمه ما هو بسيط التفت لي يقول وانما دلت ان دلت على قدم ما هو جسم او مستلزم لجسم وهذا مما يمكنني التزامه التزم انه جسم ولكنه ماذا فانه من المعلوم ان طوائف كثير من المسلمين وسائر اهل الملل لا يقولون بحدوث كل جسم من قال لكم ان كل جسم فهو ماذا فهو حادث اذ الجسم عندهم الى اخره واضح اعزائي واضح اذا اعزائي خلي اكمل اذا لا تسمحوا لي الوقت فات ما يصل بعد هذا هو الا كان اكمل انه كيف يناقشون هذا الاياتين مولا ليس كمثله شيء هل تنفي الجسمي عن الله اللي انا وانت شنو نستدل بها بهذه الاية او تنفي مثلية جسم لله ياهو منه اعيد العبارة هل تنفي الجسمية او تنفي مثلية الجسم لله ليس كمثله شيء ما يقول ليس كجسم هذا الدليل من خارج لابد يثبت جسم او ليس اذا كانت له جسم فليس كجسمه كمثل جسمه ماذا احنا نقول من قال لكم غير هذا شنو احنا نقول غير هذا مولا احنا نقول لي لا نقول جسم كالاجسام وانما نقول ماذا جسم لا كالاجسام كما انتم تقولون حياة لا كحياة الاخرين علم لا كعلم الاخرين الى اخرية نحن وام نقول ماذا ها جسم لا كالاجسام تقول اذا كان جسما يرى يقول لكم بيني انا اقول انا انا ادفاع عنهم وان كان انا لا اعتقد بالجسمية ولكن ارد يقول هكذا يوجيب الطاقة ترى او لا ترى اعزائي مع انها جسم الجن يرى او لا يرى مع انه جسم الجاذبية ترى او لا ترى مع انها ماذا جسم فاذا من قال لكم اذا صار جسما فلا بد شنو ان يرى اين الملازمة هذا اين الملازمة في هذا خلي ذهنكم يا اعزائي شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين من اهم شراحي ابن تيمين مية في صفحة ثلاثمية وثمانية وثمانين والرد عليهم انه اذا كان يلزم من رؤية الله تعالى ان يكون جسما فليكن ذلك شنو المحذور فليكن ذلك لكننا نعلم علم اليقين انه لا يماثل اجسام المخلوقين لماذا لقوله تعالى ليس كمثله شيء اذا انت عندك ايتي الملان انت في القرآن استدللت بها على نفي الجسم وهو ميقول الآية مو بصدد نفي الجسمية بل بصدد وجود مثل له ماذا في الجسم ما ادري واضح صلى سؤال هل يوجد في علماء الامامية من يقول بهذا القول غدا ان شاء الله نبين لكم نعم يوجد في علماء الامامية من يقول ان الله جسر لك الاجسام والحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر